مبارح كان معنا الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني للحديث عن التطورات الميدانية في السودان والمقصود هنا الفيضانات التي تضرب الآن مناطق عديدة وولاية عديدة في الجارة الشقيقة السودان وشرح لنا الوضع عامل إزاي طبعا الصور والفيديوهات اللي جايالنا من السودان بتتحدث عن نفسها ولا تحتاج أي وصف هناك فيضانات غير مسبوقة من سنة 1912 لم تحدث مثل هذه الفيضانات في السودان خسائر مادية كبيرة جدا خسائر أيضا في الأرواح ليست قليلة وهناك احتياجات زي ما قالنا وزير الإعلام السوداني احتياجات في المواد الطبية الأدوية المستلزمات الطبية الخيام وإلى آخره الأشياء التي تكون مطلوبة في مثل هذه الظروف النهاردة القيادة المصرية والقوات المسلحة المصرية والحكومة المصرية بشكل عام تواصل دعمها ومساعدتها للاشقاء في السودان وهو الدعم الواجب لأننا نساعد أشقاءنا لا نساعد حد غريب حتى الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مثل هذه الظروف لا تفرق بين دولة وأخرى كانت هناك مساعدات قدمت لبعض الدول الصديقة والشقيقة الأوناء الأخيرة زي ما قلنا مبارح ليس مجرد شعارات تتردد في وسائل الإعلام أو على ألسنة المسؤولين فعلا مصر والسودان دولة واحدة وشعب واحد في دولتين زي ما بيقولوا النهاردة قرار من القيادة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإفاد وزيرة الصحة الدكتورة هالة الزايد هتبدأ بكرة زيارتها إلى السودان على رأس وفد كبير مكون من 20 طبيب في مختلف التخصصات للإطلاع على الاحتياجات الضرورية الطبية من الأخوة الأشقاء في السودان وهذا الوفد وهذا الفريق الفريق الطبي يعني الدكتورة هيفضلوا في السودان سيظلوا موجودين في السودان حتى انحصار الأزمة بإذن الله طيب إذن جسر جوي مصري إلى السودان لنقل كل ما يحتاجه الإشقاء في جنوب الوفد